تصافحت الأياد ولم تصدق النوايا هذا ما حدث قبل عام من الآن في العاصمة السويدية وهو ما عاد بالضرر على الأسرى والمعتقلين الذين نصت تفاهمات سكهلم على إطلاق سراحهم 12 شهراً مرت دون إحراز تقدم حقيقي استمرت فيه أوجاع المخفيين قسراً ومعاناة عائلاتهم وهو ما حدا برابطة أمهات المختطفين إلى اتهام ميليشيا الحوثي والتحالف بعرقلة تحريرهم رغم امتلاكهم قوائم بأسمائهم وأماكن احتجازهم بيان الرابطة رصد انتهاكات جديدة تمت بعد اتفاق السويد حيث اختطفت ميليشيا الحوثي أكثر من 1200 مدني بينهم 11 امرأة وعذبت الميليشيا 104 مختطفين توفى منهم نتيجة التعذيب 24 معتقلاً في الوقت الذي وثقت فيه الرابطة إخفاء واعتقال أكثر من 90 مدنياً في عدن من قبل تشكيلات عسكرية تتبع التحالف عدم الجدية في تنفيذ مبادئ التفاهم حول ملف الأسرى والمعتقلين جعل أمهات المختطفين توصي بعدة إجراءات تضمن تحريك الملف الجامد منها توفير منصة إعلامية دولية لعائلات الضحايا وإشراك الوساطات المحلية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في فريق مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن محلياً وإقليمياً وحتى لدى مكتب المبعوث الأممي أصوات أمهات المختطفين لم تعد تسمع وهو ما دفع رابطة المختطفين إلى دعوة مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين على انتهاكات الجسيمة تقاه الضحايا الذين يتعرضون للابتزاز والمقايضة في شمال اليمن وجنوبه